ده اللي هنتعرف عليه من خلال بث مباشر لكاميرا أكستر نيوز مع جاكلين ماهر مرسلة أكستر نيوز صباح الخير يا جاكلين إنجي أنا بصبح عليكي وبصبح على دعاء وبصبح طبعا على أستاذ المشاهدين كل عام وأنتم بألف خير طبعا أنا بتواجد إنجي داخل واحد من المجمعات الاستهلاكية في حي الدقي وهذا المجمع الاستهلاكي واحد من بين 1600 منفذ سابت وفرته وزارة التموين والتجارة الداخلية وهو تابع لهذه الوزارة بالإضافة إلى السيارات المتنقلة في مختلف المحافظات بتقدم كافة السلع الاستراتيجية والاستهلاكية واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة بتقل عن الأسواق بالنسبة لا تقل عن 30% بنتعرف مع المهندس حازم محمد هو رئيس قطاع المجمعات الاستهلاكية بمحافظة الجيزة عن آلية الحفاظ على المخزون الاستراتيجي داخل هذه المجمعات وغيرها من المجمعات على المستوى المحافظات وتحديدا في محافظة الجيزة باش مهندس برحب بحضرتك كل سنة وحضرتك بالفخير يعني جهود مختلفة حضرتك حدستنا عن أسعار بتقل عن الأسواق بالنسبة لا تقل عن هذه الأسواق الخارجية كلمنا إيه أبرز السلع اللي حضرتكم بتوفروها بأسعار قد أي أبرز السلع دلوقتي اللي موجودة عندنا طبعا الرز واحد كيلو كامل بعشرة جنيه عندنا السكر بعشرة جنيه ونص عندنا الزيت داخل المنظومة وخارجها بخمسة وعشرين جنيه عندنا طبعا الصلصة اللي طبعا فيه الطماطم اليومين دول أسعارها مرتفعة شوية موفرنا صلصة 300 جرام بربعة جنيه خمسة وسبعين سواء في المنظومة أو خارج المنظومة بالنسبة للمكارونا برضو عندنا نصف كيلو بربعة جنيه اللي هو بديل الرز متوفر طبعا برضو بكميات المخزون الاستراتيجي في أقل مجمع دلوقتي سواء في محافظة القيارة أو في محافظة الجيزة أو باقي محافظات الجمهورية ما بيقلش عن ثلاث شهور طبعا غير المخزون المتوفر في مخازن الشركات الشركات الكبيرة كلها طبعا ما بيقلش عن حوالي ست شهور فالحمد لله فيه مخزون استراتيجي متوفر بكميات كبيرة إن شاء الله ماذا بالنسبة للسلع الاستهلاكية والاستراتيجية ماذا عن اللحم والمجمدات والخضروات وما تتوفر به داخل منافسة؟ بالنسبة للحوم طبعا الخضار نحن بنطرح كميات الخضار دلوقتي تازيجة لشن طبعا شهر رمضان وغير شهر رمضان التماطم طبعا برا في الأسوال الخارجية من عشرين لخمسة عشرين عندنا باثناشر ونص تلاتاشر ونص فطبعا دي أوفر بكتير من برا عندنا كل أسعار الخضار أقل من برا بالنسبة للحوم عندنا اللحوم البرازيلي ودي طبعا لسه في معرض أهل الرمضان في كل المجمعات بنباحها بتمانين جنيه بدلا من خمسة وتمانين عندنا الأعمال الهندي المجمدة برضو بستة وخمسين جنيه عندنا الدواجن بتمانية واربعين جنيه دواجن البرازيلي المجمدة كل ده طبعا متوفر مصنعات الدواجن ومصنعات اللحوم بنترحب كميات كبيرة جدا في المجمعات كلها يعني باش مهندس لو بنتكلم وحضرتك رئيس قطاع المجمعات الاستهلكية في محافظة أيديزة مدى متابعة حضراتكم لتوافر كافة أنواع السلع داخل المنافذ المختلفة في داخل المحافظة بتكون إزاي وإزاي بيتم رصد أي نقص أو عدم توفر أي سلع بالنسبة للرصد احنا طبعا متواجدين سواء أنا أو مدرين العموم عندي أو مدرين إدارات أو إدارة المتابعة أو إدارة التفتيش كل ده بينزي وطبعا بجانب كده في حاملات بتنزل من الوزارة وبترسل أي حاجة وإحنا الحمد لله ما فيش أي مخالفات من فترة طويلة جدا لإلا نعم وفرين كل السلع بكميات كبيرة جدا وأي سلع بتقرب على الانتهاء أنا بنضخها مباشرة بسطول سيارات عندنا في الشركة بنوفره على طول للمجمع بنتكلم عن المخزون الاستراتيجي حضرتك يعني إلى أي مدى أو هذا المخزون الاستراتيجي بيكفي حوالي أي فترة بالنسبة للمجمع مش أقل من ثلاث شهور بالنسبة للشركة بابقلش عن ست شهور دلوقتي المخزون الاستراتيجي اللي فيها بالعكس كمان ده فيه بعض السلع متوفرة في مخزن الشركة ممكن تكفينا سنة باش مهندس لابن اتكلم عن كمان آآ 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 آ� المنافس كلها بيتم الصرف طبعاً وكل سلع متوفرة بتاعت المنظومة والسلع بتاعت منظومة الخبز اللي هي سلع الحرة متوفرة طبعاً بكميات المستالك بياخده اللي هو عايزه غير منظومة التموين اللي هو السلع الأسية كلها. حوالي كم سلعة داخل منظومة التموين متوفرة بجانب طبعاً السلع الحرة؟ حوالي 28 سلعة دلوقتي. 28 سلعة في صفح كمان بالنسبة للقناة نحن في خلال يومين تلاتة ان شاء الله نطرح كميات كبيرة جداً من كحك الايد طبعاً نحن لفتناش نظر الناس ان موجود كميات دي دلوقتي متوفرة في كل المواقع كميات كبيرة طبعاً عشان العيد الفطر المبارك طبعاً ناس كلها فيه ناس بتعمل كحك وفيه ناس هتشتري جايز فعلا هنوفر لهم الجايز كمان في خلال يومين تلاتة يكون طرحين كميات كبيرة جداً بأسعار مخفضة في كل المواقع استنوحتك طيب باش مواندس حازم محمد رئيس قطاع مجمعات الاستهلاكية بمحافظة الجيزة يعني كما تبعتم انجي ودعاء عن الجهود المختلفة لتوفير السلع الاستهلاكية واللحوم والمجمدات بأسعار بتقل عن الأسواق بالنسبة تصل إلى 30% طبعاً أسعار مخفضة الحفاظ على سبات الأسعار هي من جهود الدولة المصرية بالإضافة إلى طبعاً توفير كافة السلع بأعلى جودة في مختلف المحافظات هذا ما نشاهده ونرصده داخل المجمعات الاستهلاكية السابتة والمتحركة طبعاً على مستوى وزارة التموين والتجارة الداخلية طبعاً بجانب مختلف الجهات المعنية لتوفير هذه السلع للتخفيف عن كاهل المواطنة هذه أبرز التفاصيل والآن الكلمة تعود إليكم في الأستواتيون